منشط بعد 17 عاماً على حرب تموز 2006 الكيان يعيش أسوأ أيامه والكل ينتظر كلمة نصر الله بري للحفاظ على الوحدة بمواجهة العدوانية الإسرائيلية وباسيل عدنا للحوار مع حزب الله الحسنية من القاع في ذكرى شهادة سعادة متمسكون بالمقاومة ولن يبقى احتلال في سوريا كتب المحرر السياسي في الذكرى السابع عشر لحرب تموز عام 2006 تتجذر نتائجها وتبرز بقوة أكبر فيكفي النظر إلى حال كل من كيان الاحتلال من جهة والمقاومة من جهة مقابلة لمعرفة الموازين التي رسمتها تلك الحرب ولا زالت مفاعلها تتعزز وتتعمق بالأمس كانت الانقسامات التي تنهج جسد الكيان توحي بملامح حرب أهلية حذر من الانزلاق إليها رئيس الكيان إسحاق هرزق وكان الحديث عن العصيان المدني من أكثر من نصف السكان يبحث بصورة جدية في مواجهة حكومة بن يمين نتنياهو الخارج من هزيمة مدوية في حرب شنتها بقوة النخبة في جيش الاحتلال ضد عشرات المقاومين فقط في أقل من نصف مخيم جنين على مساحة أقل من نصف كيلو متر مربعة بينما تبدو المقاومة مرتاحة إلى وضعها ممسكة بزمام المبادرة واثقة من أن يدها العليا هي العليا في أي مواجهة كما تقول مقاربتها لملف زرع الخيم في منطقة مزارع شبعة وموقفها الحاسم لفرض انسحاب الاحتلال من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وهذه المقاومة الواثقة والقوية والقادرة يكفي لفهم رمزية عناصر حضورها وثقلها الانتباه إلى حجم الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بما في ذلك داخل خيان الاحتلال بالكلمة التي سوف يلقيها اليوم قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بصفته من يرسم معادلات المواجهة ومن يحدد ويعدل قواعد الاشتباك في ذكرى الحرب كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بردي تأكيد على نهج المقاومة والتمسك بها وتحية للتضحيات التي حققت الإنجازات ودعوة لعدم ترك الخلافات والاختلافات تحول دون الوحدة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وفي توقيت لافت عشية ذكرى الحرب وعشية كلمة السيد حسن نصر الله تحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن عودة الحوار بين التيار وحزب الله بصورة تركت ارتياحا بين جمهور كل من الطرفين خصوصا الذين يتمسكون بالتفاهم بين الحزب والتيار والذين كانوا يستشعرون خطورة المناخات القائمة التي سيطرت على العلاقة بين الجمهورين خلال فترة سابقة في البقاع وفي مدينة القاع تحدث نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في مهرجان حاشد في ذكرى استشهاد مؤسس الحزب وزعيمه أنطون سعادي فأكد وائل حسني تمسك الحزب بالمقاومة وقال إن لا بقاء لأي من الاحتلالات في سوريا لا احتلال أمريكي ولا احتلال تركي ولا احتلال صهيوني